الرحمن الرحيم يا سر قسم العلوم بمدرسة عبد الله بن رواحة الابتدائية للبنين أن يقدم لكم تدريبات على الوحدة الرابعة والخامسة أولا الأسئلة الموضوعية السؤال الأول أي العوامل الآتية تزيد معدل الذوبان الإجابة الحرارة السؤال الثاني أي من التالي يستخدم لفصل الرمل عن الماء الإجابة الترشيح السؤال الثالث ماذا يسمى المخلوط الناتج عن ذوبان السكر في الماء الإجابة المحلول السؤال الرابع أي من التالي من السوائل تامة الامتزاج الإجابة الكحول والماء السؤال الخامس ما العملية التي يتم فيها تحويل بخار الماء إلى ماء سائل الإجابة التكثير السؤال السادس عملية تستخدم لفصل محلول من الماء والملح الإجابة التبخير السؤال السابع ما العملية التي يمكن أن نستخدمها لكي يتم الفصل بين برادة الحديد والرمل المغنطيس السؤال الثامن ما اسم العملية التي تستخدم لفصل المواد الذائبة في صورة بلورات نقية الإجابة التبلور السؤال التاسع في أي الأجهزة تستخدم مرشحات الهواء الإجابة المكيفات ثانيا لنأسئلة المقالية السؤال الأول ما هو المذيب وما هو المذاب في المحاليل التالية محلول فكر وماء محلول عصير وماء محلول ملح وماء المذيب في كل حالات هو الماء المذيب في محلول السكر والماء هو السكر في محلول عصير وماء هو العصير في محلول ملح وماء هو الملح أما المذيب في كل الحالات هو الماء ما العوامل التي تزيد من معدل الذوبان الحرارة التحريك وحج الحبيبات ما هو المحلول المشبع هو المحلول الذي لا يمكن إذابت كمية إضافية من المذاب فيه عند درجة حرارة معينة أذكر أمثلة لمواد لا تذوب في الماء الرمل الخشب الزيت أذكر أمثلة لمواد تذوب في الماء السكر الملح الخل كيف يتم إزالة بقعة النفط من البحار يتم إزالة بقعة النفط من البحار يتم محاصرة بقعة النفط بحواجة طوفية ثم وضع أنواع معينة من البكتيريا لتحليل بقعة النفط إلى مواد زائبة أو يتم محاصرة بقعة النفط بحواجة طوفية ثم شفتها ما أثر تسرب بقعة النفط على الكائنات الحية البحرية تؤدي إلى موت الكائنات الحية البحرية كيف يتم فصل المقادرة التالية المخلوط مخلوط من الماء والرمل طريقة الفصل الترشيح مخلوط من حديد ورمل طريقة الفصل المغنطيس مخلوط من خشب ورمل طريقة الفصل الطف والترسيم وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته